كما شددت وزيرة الصحة على عدم التراخي في تطبيق الإرشادات واتباع التعليمات الصحية خلال عيد الأضحى المبارك أستطيع أن أقول أن مع الأسف في شهر رمضان الماضي وعيد الفطر المبارك الماضي الناس لم أخذت الموضوع بجدية بحيث أن رجعوا إلى التجمعات وأدى هذا طبعا إلى زيادة الحالات المصابين أعتقد الآن مع عيد الأضحى يفترض أن الناس تعلمت هذا الدرس لأنه لا أعتقد أنه في شخص يرضى بأنه يصاب أو يصاب أحد من أهلنا ونؤكد يمكن للعديد من المرات في قضية الالتزام خاصة الآن في موسم الآن العيد الأضحى المبارك الفرحة بالعيد مطلوبة يمكن في الأسرة الصغيرة ولكن لازم نغير عاداتنا لازم نغير سلوبنا وسلوكنا في التعامل وإن شاء الله الأعياد القادمة جاية يعني مو آخر عيد هذا الأعياد جاية فإن شاء الله تكون التجمعات ترجع كما كانت كطبيعتها اشتركوا في القناة